السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته هناك الكثير من التعليقات التي طلع عليها في قناتي وكثير من القنوات الأخرى لمجرد أن يطرح أي شخص رأي خاص في الأديان وفي واقع حياتنا وحصيلتنا المعرفية والتراثية هذا الاتهام الجاهز هو أنه أنتم ملحدون وأنتم كذا وكذا وبالتالي هؤلاء ينظرون إلى العالم بطريقة محدودة جدا طريقة فيها استقطاب لجهتين فقط وكأنما العالم بأكمله هو عبارة عن حزبان أو حزبين فقط لا ثالثة لهما وهذه النظرة قاسرة جدا ولها علاقة بالنظرة البدائية للحياة والعالم وأيضا لها علاقة بنوع من استسهال استسهال النظر إلى هذه الحياة ومحاولة التعاون معها بطريقة سريعة وبسيطة ومعرفة أنه لا يوجد أسهل من طريقة واحدة أنه أي شخص تعتبره خارج أفقك المعرفي وخارج أي نطاق للتفكير أو المؤتقى الذي أنت عليه فورا تقول هذا شخص كافر هذا زنديق هذا أي شيء المهم أنت تلغيه وترتاح منه ومن أفكاره ومن إقلاقه لراحتك وهذه مسألة طبيعية لكن الناس والمجتمعات والبشرية بأكملة تعلمت بأن ليس كل من هو مختلف معك هو بالضرورة ضدك أو لا يعمل في صالحك وحتى لو شاء أنه أحيانا هناك ربما تكره شيئا هو خير لكم كما يقول النص الديني نفسه لكن هو النص الديني عندما يختار هذا الشيء يختاره على منطلق وفكرة مختلفة عن اللي أنا أتحدث عنه يختاره من حيث أنه ربما تعرضت منها مشكلة وهذه المشكلة ستعالج فيما بعد وتعود الكرة مرة أخرى للفصد بين عالمين عالم المؤمن وعالم الكافر أو العالم الغير المؤمن الذي ليس لنا فيه أي صالح وعلينا الحذر منه مناسبة هذا الكلام أنه لا يعني أنني أريد انتقاد الدين أو المؤمنين بالعكس أنا أعتبر أن الملحد المعاكس للمؤمن هو في الحال نفسه بل ربما حاله أسوأ هو يظن بأنه خرج من سجن الإيمان الذي ولد ونشأ فيه لعن الإيمان بالمصلحة العام يعني الإيمان الذي تربى ونشأ عليه فيه داخل القطيع الديني الذي ولد فيه أو القطيع البشري الذي نشأ داخله فهؤلاء ماذا يفعلون؟ هو يحاول أن يتمرد على السجن الذي وجد نفسه في لحظة معينة ويكتشف أنه كان يعيش في سجن طالما يعني يعني إشعر بالخديعة والابتزاز بأنه قالوا له هذا هو لا يوجد سجن السجن الحقيقي هو دائما خارج هذا السجن الحياة والعبودية للمال والشهوة والشهوات والحياة الدنيا التافهة المنحطة التي تحرض على كذا وكذا كذا ولا تجعل الناس ترتكب الزنا والمحارم وما إلى ذلك طبعا الخطاب الديني محتشد بهذه العبارات ولكن في لحظة معينة يشعر بأنه السجن الحقيقي هو الذي كان فيه داخل الدين فيفكر بعد ذلك بالخروج من هذا السجن لكن ما الذي يحصل يحصل شيء مختلف لا يحصل شيء أنا أرى مختلف كثيرا عن ما كان فيه هو خرج من السجن إلى أن وقع في سجن آخر هو سجن الإلحاد أو أي تسمية أخرى والمهم هو تم تصنيفه أو صنف نفسه على جهة معاكسة فقط للدين وليس خارج عنه وسأوضح هذا بعد الفاصل لكي نفهم الأمور علينا أن نعرف ما هو الإلحاد الإلحاد هو كل شيء أو كل موقف فكري أو معرفي أو إنساني مختلف مع الدين الذي نشأ فيه هذا الإنسان أو أي دين آخر ينشأ فيه الناس الآخرين معنى المعاني للإلحاد هو ما يضاد الدين ويعاكسه فبالتالي في النهاية المحاصلة النهاية هي تهمة دينية وليس تهمة معرفية أو تهمة فلسفية أو تهمة علمية إنما هي التهمة يوجهها الدين لمن يخرج عليه وهي أشفى بتهمة شخص كان يعيش في قبيلة أو عشيرة أو دولة يتهم من يخرج عليه بشيء ما بأنه خرج عليه تهمته مضمون هذه التهمة هي هو أنه لم يعد يعترف أو يقر بأولوية وشرعية النظام أو الإطار المعرفي والاجتماعي والجماعي الذي كان أو الذي نشأ فيه وتربى وعاش هذا الأمر بالضرورة يولد من الدين أو القائمين على دين هذه الجماعة رد فعل مضاد وهذا أمر نعتبره مشروع وحقيقي ليس بالأمر السيء ولا بالأمر الجيد لكن هذه في الوقت نفس علينا أن نعترف أن الدين أو الجماعة الدينية التي تنشئ هذه الجماعة عليها أن تحسي حساباً لوجود ناس يخرجون على هذا الدين هم يبحثون عن السلطة ويبحثون عن أي فرصة لفرض الأمر الواقع على الجميع وتربية الناس وفقاً للمنهج الذي يضعوه وهذا مسألة مهما عدلنا يعني بحثنا وفصلنا ودققنا وحككنا وراجعنا هي تبقى مسألة أساسية لا يمكن لجماعة البشرية أن تعيش بطريقة مثالية وهذا هو اللي يفسر لماذا الأديان لديها مشاكل كثيرة سواء بمواصفات الإله مواصفات الفقه الشريعة التقاليد العقاة مهمة الدين لا يعني لا بد من أتراب أن مهمة الدين ليست مهمة سهلة وليست هي مجرد يأتي أمر من السماء كما يصورون الناس المساكين لا هي المسألة أعقد من هذا بكثير هي المسألة الأزمة البشرية الأزمة الإنسان في هذا العالم كيف يعيش مع من يعيش الطريقة التي يتواصل بها معك تتواصل بها معي هاي مسألة ممكن يعني نبحث لها إلى ما لنها لن ننتهي من هذا المسألة إلى أن يعني ربما إلى أن ينقرض الكون كله ويذهب إلى الفضاء أو يعني ينتهي الكون التسائل إلى بعد مليارات سنين ستبقى هذه الموضع وهي السؤال نفسه كيف نعيش لماذا نعيش مع من نعيش ما الذي لك ما الذي عليك فبالتالي الدين كان هو الإجابة أو ما نسميه الدين وهذا لازم أن نفرق بين أثنين لأننا عندما نتحدث عن الدين كما نتحدث عن صنام صنام ثابت لا يتحرك شيء يعني شيء صم صمد لا يأتيه الباطل من قدام ولا من خلاف هاي المبالغات الدينية هو لا يوجد شيء لا يأتيه الباطل من قدام وخلاف أو الحق هذا كلام الدين لابد أن يبالغ في كلامه ويبالغ أنه يقول أنه مرسل من الله وأن الذي يهتوكيل إلهي وهذا قول الله وليس قولي هل المبالغات لأنه ضرورية حتى الناس تصدق والناس أيضا هي تعرف أنه حجم الكذبة لكن لابد أن يصدقون لأنهم يريدون أدوم هدف أن يفوزون يعني يجدون لهم مكانا في سفينة الحياة وسفينة البشر التي تمر دائما في أوقات عصيبة وسط عواصف كبيرة وهائلة لا أحد يعرف متى تظهر أو متى تنتهي هي موجودة أصلا متى تخف متى تشتد متى تتوقف متى نستطيع السيطرة عليها فهذا الأمر بيكمل هو سبب الأزمات كلها بالتالي من يرفض من الموضوع الأساسي هو موضوعي أنه أنا أقول أن الملحد هو بالضرورة لا يختلف كثيرا عن المؤمن هو دين مختلف دين معاكس للدين الذي خرج عليه ليس دينا جديدا حتى لا يرتقي لهذا الوصف أيضا الملحد أو للحاد أموما لا يمكن أن ينتسب إلى الحقل الفلسفي أو الحقل العلمي يعني أكو هناك كثير الآن ومبالغات الدينية ورح أفسر السبب لماذا أنه رجل هو رجل يشتغل في حقل العلم لا علاقة له بمؤمن ولا علاقة له بملحد هذا الفهم القاصر الذي دائما يجعل الأشياء مستقطبة في دائرة الدين وكل من يصنف الناس إلى صنفين إما مع أولد وبعضهم يخرجون ويقولون نحن لا نحن يعني لا نقف ضد الملحد ونعتبر أنه هناك إمكانية لوجود ملحدين ونحن نحبهم ونحترمهم ولكن لدينا رغبة بأن يعودوا إلى حضرت الإيمان وهذا المناسبة هذا القول حافزني عليه قولي اليوم شبت فيديو سريع لسيد عدنان إبراهيم قال أنه أنا أحب الملحدين فهو من حق الرجل فأنا نعتبر هذا الكلام يعني غير سليم فخلني سمعه هو قصير جدا أو أحبابي الملاحدة أو كذا لا لا أحبابي أنا أحب البشر جميعا وأحب خلق الله مع أنني ذكرت في تلك العبارة أقولت وأن كنت لا أحب إلحادهم أبدا أنا أنا قاعد أناضل ضد إلحادهم كيف لا أحب البشر وأحب البشر وأحب الخير لكل البشر وأحب الهداية لكل البشر لو الأنبياء ينطلقوا من مثل هذا المنطلق وأخذ موقف عاطفي كاره نابذ مبغض لكل من ليس مسلما لما نجحوا بالمرة أصلا في تبليغ الإسلام كما رأيتم يقول سيد عدنان مع احترام له أن هناك جانبان أو جهتان في الكون وفي العالم بأكمله هي جهة المؤمنين وجهة الملحدين لكنه هو تبرع من نفسه وقال أنا أحب الملحدين لكن هذا لا يكفي يعني هذا الموضوع ما دمت أنت أنشأت أو تشعر بوجود هذا القالب فأنت في مشكلة أو أنت خلقت المشكلة أصلا هو الملحد هو مهتج عليك أصلا يعني هو هو فعلا يريد أن يحاربك أو يريد مو معنى المحاربة لأنه عادة أن يكون الملحد هو مفرع منفرد ولكن لن تجد كثيرين من الخارجين على الأديان أو المعارضين للأديان التي نشأوا فيها قادرين على أن يفعلوا شيء لأنه الدين هو الجماعة نفسها هو القطيع البشري نفسه ولا يمكن أن يتحدى أي فرد من أفراد القطيع القطيع نفسه سيسحقه وينظيم وفعلا هذا الكلام عبر التاريخ موجود الدين أقوى من أي شيء آخر لأنه هو الحاضنة أو هو الجماعة بأكمله فإنما تكون منفرد تخرج على الدين فسيسحقك وهذا يكرر المؤمنين دون أن يشعروا بمعنى هذا الشيء لكنهم مقنون من هذه الحقيقة وهم على حق طبعا لكنهم لا يدركون سبب رئيسي للموضوع هم يفسرونه بأنه هذه مسألة يعني إلهية أو غيبية أو مكرومة أو شيء من هذا القبيل بأتبار أنهم خير أمة وهذا كلها أشياء يعني يعني يحاول يرتقون بذاتهم ويرتفعون بأنفسهم ويشجعون بأنفسهم مثل ما فريق كرة قدم يشجع نفسه هي نفس العملية بالضبط يعني أنت لابد أن تبالغ حتى يعني تستنهض طاقاتك الكاملة بأكملها وتقدم أفضل ما لديك للجماعة لأن أنت في روحية التيم والفريق تحاول أن تكون تقدم أفضل ما لديك وهنا هنا تصع مسألة الكذب والصدق مسألة لا علاقة لها فتشوف الفريق كل قدم أفضل والمشجعين تشوف أفضل طريقة لفهم أي دين بالمناسبة عبر التاريخ دائما لهذا سيشوف كل قدم فيها طاقة سحرية مادام نحن الآن في فترة كأس العالم وتصفية كأس العالم فتشوف تكون الطاقة السحرية تجمع الشعوب بيكملها ما الذي يجمعهم هي كرة كرة يركضون وراها 11-12 واحد يعني حتى واحد من الرجال الدين قال ما هذه الكرة القدم يعني هذه هي كرة يركضون عليها الناس هذين الناس ناضجين كبار رجال يركضون خلف كرة هلهم أطفال يعني لا ما هذا القضاء شوف الدراما الدراما الصراع اللي يتألق بالإنسان ويطلق كل طاقاته وأقصى شيء والجميع يتحفزون ويتحولون إلى جماعة وقطيع بشري أو قطيع كروي يناسر وكل قطيع إلى لغته وإلى شعاراته وإلى طقوسه وإلى شاءه ومستأدد في الحرب مع المشجعين الآخرين لا سبب شوف الملاعب كل القدم فيها آمن آمن قوة أمنية جاهزة للتدخل في أي لحظة لأنه مسألة قطيعية في الصرف يعني تمثل يعني اللغة كل القدم تمثل اللعبة البشرية أو حكاية البشر بأكملهم وقوة عدم واستحالة أن يكونوا وناس من عزل فبالتالي عندما يتحدث سيد عدنان عن هذا الموضوع هو محق هو رجل يحاول أن يقدم صورة جديدة للإسلام ويشعر بوجود مأزق ولكنه ما زال مأسور في داخل هذا المأزق أنه ما زال يعتقد بأن المشكلة هي في الإلحاد هي لا المشكلة هي في الدين والإلحاد كلهما معا لأن الإلحاد هو إفراز من إفرازات الدين يعني هو مثل النفي فهو الدين يخلق دائما الحالة المضادة له وهو من داخل طبعا والدائما يطلع من داخل يطلع هذا الشخص الملحد وأحيانا حتى يوصل إلى درجة إمام أو شيخ لكنه يتغلف بأشكال مختلفة وبعد ذلك يفرض تخرج مذاهب وأديان مختلفة من داخل الدين نفسها مثل ما طلعت اليهودية بعد ذلك المسيحية المسيحية طلعت منها بالنهاية الحصيلة المحصلة بأكملها بعد قرون الإسلام والإسلام نفسه أيضا هو حاضن لعشرات المذاهب الفراغ هاي كلها فرق ملحدة يعني رفض الدين بالتالي هو دين أيضا يعني لابد أن نعترف بها الحقيقة ونفهم الأمور بالطريقة الصحية الإلحاد بالتالي أنا كم في رأي أنه ظهرة ليس الظهرة حديثة وهي ظهرة لا نجدها إلا مع الدين لا نجدها مع المجتمعات المعاصرة مع الحداثة يعني هي ظهرة غير حديثة لهذا السبب لا تجد الدين إلى علاقة بما يجري صحيح أنه بعي شوية على الطرق إلى من يعترض على هذا القول بالتالي أنا أختصر الجملة حتى لا أشتت لكلام أقول من يتحدث عن الإلحاد هو شخص مأسور للماضي ويعتقد أنه سيتحرر منه عبر هذا الإلحاد وأعتقد أن هذا خطأ عظيم للسبب البسيط أنه من يعتقد بأنه أعلن إلحاد وفرحان بهذا الإلحاد هو لم يأتي شيئا إمرأة أو شيئا كبيرة هو معنى المعاني وما زال يعترف بأنه ابن الماضي وليس ابن الحاضر ابن أبيه الذي تمرد على أبيه وإلا السؤال البسيط ما الفرق بين الملحج والمؤمن مثلا يعني نعرف الفرق بين الملحج والمؤمن أوكي لكن هل ماذا يفرق عن الفرق بين المؤمن والكافر فقهيا وشرعيا هو نفس الشيء بالتالي المسألة واحدة أنت عندما تكون ملحد أنت لم تفعل شيئا أنت تريد أن تنشئ لك دينا خاصا بك وهذا نفسه يعني الأديان الأولى ظهر الرسول محمد قدما ظهر في مكة قالوا أنت حتى في ديننا ما معناه فهو خرج وبعد ذلك بعد الدأب ونشاط كبير من عنده واصرار رغم أنه مرت عليه سنوات طويلة لم يقف ما هو أحد لكنه بعد ذلك استطاع أن يعني غير الدين بأكمله غير القبلة غير المفاهيم غير حتى النصوص اللي كان يعتمد عليها وغير كل شيء وغير حتى المبادئ التي كانت تعيش عليها الناس في ذلك الزمان واستطاع بعد ذلك أن يسجد له فرصة وينشر دينه وهذا الدين نفسه تلقفه الآخرون فيما بعد ووجدوا فيه فرصة كبيرة لهم وصنعوه وعادوا قولوا قولوا يعني أسسوا له قواعد فقهية وشرائية كثيرة وأركان الدين وأصبح دين حقيقي كان مجرد مشروع لكن أصبح دين مؤسسي مؤسساتي له مؤسسات كبيرة ودقيقة ويعني بالقارن الرابع وجدنا دين مكتمل كامل ختم الغزالي وبعد ذلك جاءوا الناس استلموا جاهز دين مكتمل وصول الفقه جاهزة وصول العقيدة وكل شيء جاهز وصراعات الدينية كلها خلصت قد ما تمكن الدين عندي حلقة خاصة لأنه الدين لا يصنع حضارة أدي حلقتين أو ثلاثة من هذا الموضوع أنه قلت أنه دين عندما اكتمل دمر الحضارة لأنه ما يهتاج يعني ما حاجة الدين للحضارة ويريد يسوي جماعة متماسكة متمكنة فما يريد حضارة الحضارة معناتها الشغل وما يهتاج وبالأكس الحضارة تحتاج أفراد أفراد مبدعين فهو ماذا يفعل بالأفراد المبدعين القطئ لا يهتاج أفراد المبدعين الأفراد المبدعين المفكرين هؤلاء يضرون بالقطئ الديني وأي قطئ سياسي أي دولة من النمط القديم وليس من النمط الحديث يعني إذا تريد تقسلها فإنشر حريات فيها وحرية القول والتعبير والفعل فبالتالي هذا شيء مدمر لأي مسلم وهذا ذاك الزمان أنا أعتبر الناس كان على حق وحتى الدين الإسلامي كان على حق في هذا الأمر اللي يصير هو أنه إحنا الآن في زمن مختلف بالتالي إحنا لا نحتاج الإلحاد ولا نحتاج الإيمان نحتاج الإيمان حسب تعبير المفكر الصديق فتح المسكين يدعو للإيمان الحر وهذا فعلا ولا هو ماكوش اسمه إيمان حر بس هو لابد يعني تعترب بوجود إيمان حر الإيمان الحر اللي يعني يخرج عن الأديان وعن سطوة رجال الدين وعن سطوة المؤسسات الدينية ويصبح الإيمان حر وخاص في كل شخص ونوعا بها فكرة لها علاقة فكرة الواجب الكانتية يعني هو أيضا مترجم كانت فالسؤال الأساسي إنه مادام هناك فرق بين المؤمن والكافر دينيا والجميع الأديان هكذا فالحال نفسه ليس هناك هنا الفرق نفس بين الملحد والمؤمن طبعا هناك من يفلسف الإلحاد ويحوله إلى خانة الفلسفة خانة العلم ويقول أن العلم كذا المسألة ما لها علاقة على العلاقة هو يبقى الإلحاد شيئنا ما بين هو نقيض الدين والدين هو مستفيد من وجود الإلحاد بمناسبة لأنه الدين دائما يبحث عن عدو ولن يجد عدو أفضل من عدو عدوه النقيضة المباشرة والذي هو الملحد فالملحد يغذي الدين دون أن يشعر ويجعل الدين حاضر في الذهن ودائما يثير الأسئلة ورجال الدين من الذكاء والمهارب حيث دائما يثيرون أسئلة لا جواب لها ممكن تناقشون في 2000 ولن ينتهي على البوضوع بالفعل اليهود تكرروا أن الله موجود في السماوات ولحد الآن الكتب والمؤسسات والمليارات والناس تموت الملايين ماتت بسبب هذه الفكرة ولحد الآن لا يوجد جواب وكل يفتي من جهته ولا أحد يعرف ما الأمر بالتالي علينا حتى أوضع الأمور بشكل أدق وفصل أقول علينا لكي نعرف الإلحاد أن نعرف الدين أولا الدين في رأيك كما عرفت أكثر مرة الآن عرف بطريقة سريعة نوعا ما مختلفة أقول بأن الدين هو الأب والأم هو الجماعة هو القطيع البشري الذي تنشأ فيه والإلحاد كذلك هو أيضا من هذا النمط نفسه ربما تستغربون طبعا أنا أقول لا هذا 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 الكلام الإلحاد أيضا هو يشكل للجميع الحاضنة والأب والأم والمكان الجماعة أو القطيع أو الدولة التي ينضوي تحتها الإنسان هذا الدليل حتى أين الدليل أقول الإلحاد أيضا الدين والصين عبر التاريخ هي دولة ملحدة وحتى الديانة التي لها كل فوشية والتاوية هي ديانات غير البوضية بعد ذلك هي ديانات غير إلهية لا يوجد إله في هذه الأديان فهي ديان ملحدة صرف الدين كونفوشوسي والدين موظفين يعلم الناس على أخلاق وآداب اجتمائية ولا إليس أكثر من هذا مسألة مباشرة الدين الصيني القديم طبعا إجت البوضية وتحولت إلى دين والتاوية بتأثير العقائد الهندية لكن هي الفكرة الأساسية ولحد الآن هم ملحدين صرف يعني مليار ثمن البشرية هم من الملحدين يعني الناس ليس لديهم إله وليس لديهم عقيدة أيضا حتى فكرة العقيدة البعض يعتبر أنه الديان يجب أن تنطوي على عقيدة هذا أيضا ليس شرطا فكثير من الأوهام التي لدينا عن الدين لا نعرفها بس المهم الإلحاد هو أيضا دين بدليل أنه عبر التاريخ من أربع تلاف سنة أقدم هو الدين الأديان الصينية والآن هم مجتمعات حديثة يعني انتمت الحضارة البشرية الغربية أو الحضارة الحديثة وأصبحوا انتهى الموضوع وتخلوا عن كل الشيء قديم لأنهم بسرعة يتأقلمون لأنه فعلا هم هم أديان أرضية أديان تأتر بوجود إنسان ووجود دولة ونظام ومؤسسات تدير العمل لا يحتاجون إلى شرعنا لهذا النظام باسم إله نحن كلما بالأمر نبتلينا بحاجتنا لهجود شرعنا للإله للنظام الذي نؤسسه والسبب هو لماذا نحتاج للإله لأننا نريد أن نستعبد الناس لأن السلطة لدينا هي الأساس وليس وليس إدارة شؤون الناس يعني قضية ليست وجود جماعة تريد أن تنظم أمورها وتدير شؤونها لا القضية هذه الجماعة تصبح ملك للراعي والجماعة تتحول إلى رعية فيه ما زلنا في أفق الرعي والرعية لم نخرج من هذا بالتالي الملحد والمؤمن والإلحاد هو خروج على سلطة الرعي وأيضا بالتالي هو خروج يعني سيضر بمصالح الرعي هي ما هي مصالح الرعي مصالح الرعي أن تعبد الرعي ورب هذا الرعي وتحرص على أمنه ومصالحه بالنهاية لأنه يمثلها هو الوجه الآخر لها فأحنا عشنا في هذه الطريقة دائما نحتاج إلى أن نكون عبيدا للصينيين أيضا كانوا يستعبدون ويعتبرون القائد أو الأمبراطور أيضا يعتبروها إلها وليابانيين أيضا لكن مو بالطريقة التي ننظر بها الأمور الأمور أكثر يعني مختلفة مختلفة بشكل بائد جدا أمر آخر حتى واحد يقول مثال الصين لا أقتنع مثال الصين أوكي أقل لا تقتنع سأقدم لك الفترة الماركسية الشوعية الفترة النهوض التحاسفية بعد الثورة الفلشفية يعني من سنة 1917 إلى 1989 يعني تقريبا 70 سنة 70 سنة الناس كان الالحاد هو دين الذي يؤمن به الناس هناك كانوا يتبارون من أجل إعلان إلحادهم يعني إيمانهم بالإلحاد كان هو الأساس الأساس الذي يجعلك تعمل وتشتغل يعني الآن مثل ما نحن في مجتمعات نتحارب وندعي أن نحن متدينون كان في فترة فترات الشعوب التي كانت أيضا متدينة طبعا أم أرثوذوكس أشد من أن تطرفا وتعصبا لدينين والآن بينت حرب أوكرانية لكن هما في هذه الفترة السبعين سنة كانوا يتبارون من أجل إعلان إلحادهم لماذا؟ لأنه الدين العلاقة بالدولة هو نظام الدولة القديم الدين هو الدولة نفسها لكن الدولة بمنطق المتخلف القديم أو السلطة وهذا الأمر بأكمل فالناس تطيع السلطة التي فرضت عليها وتحاول دائما يحاول الناس أن يتوحدون فيما بينهم وينفدون أوامر هذه السلطة لأنهم يشعرون بأن كل حقوقهم سيتم مراعاتها مو حقوقهم يعني يشعرون بالأمان وجود سلطة أساسية وهذه السلطة تقابل هذه بمحاول حفاظ على أملاكهم يعني أنت عندك بيت عندك أولاد هذه الحقوق تكتسبها من خلال علاقتك بالسلطة التي أنت تحتها سواء سلطة رجل الدين أو سلطة الدولة حديثة أو قديمة فبالتالي أنت كل ما عليك أن تنافق حتى إذا كان لديك رأي مختلف عليك أن تنافق وتدعي بأنك مؤمن بجماعة التي أنت فيها بينما الحقيقة عندما تجي أي إنسان يأتي أمام نفسه ويحاول أن يفهم الموضوع يجد أنه كل هذه مسألة يعني لعبة لعبة بصراحة يعني لعبة ومقامرات وافتراضات وإنسان يكذب على نفسه لكي يعيش لأكثر والأقل وبعد ذلك عليها حتى يجيد يجيد التمثيل أو الدعاء الحقيقة أو الدعاء الإيمان يجب علي أن يصدق بهذه هذا الحال وهذا ما يسمى إيمان أي تصديق بما لا دليل عليه مثال ثالث أضربكم اذهبوا الآن لمن لا يقتنع لا بالمثال الصين ولا بالمثال التحاد السوفيتي أو فترة الاشتراكية سأضرب له مثال ثالث وهو الغرب الآن العالم الغربي الآن لا أحد يعني يذهب أي شيء أنا عايش في هولندا منذ سنوات ليست بقليلة ولا أحد يتحدث عن الحاد ولا عن الدين لن تجد الدين لا غير موضوع لا بالمؤسسات لا وجود له في الشوارع لا وجود له في المدارس لا وجود له في أي مكان الفلاة بأكمله بأكمله فارغ من الدين هناك مدردينين هناك أيضا بدأت تقل لأنه بعضها تحولت إلى مزارات أو أماكن سياحية وحتى المناسبات الدينية تحولت إلى استعراضات لطيفة والدين غير موجود في الحياة لأنهم لا يتعجون ماذا يقدم لهم الدين غير موجود والحالة المقابلة لا يوجد تحديث عن الإلحاد وانا القضية التي يجب أن ننتبه له وهذا موضوع الحلقة أنه عندما يوجد الدين يوجد الإلحاد يعني النقيض يستد أي نقيضة فبالتالي هم كلهما يسير يعني في ضمن حاضنة واحدة أو بؤرة معرفية أو فضاء معرفية واحد وحدهما ينابز الآخر الحديث قد يقول بعض إنه لا أكو حديث عن الدين والدين يعود إلى الظهور من جديد هذا كلام غير صحيح لا يوجد الدين انتهى منذ فترة منذ مئة عام لا وجود لشيء اسمه دين في مجتمعات لحتى الدين الذي يدعون وجوده الآن هو خطاب ديني يعني لا وجود دين حقيقي لأنه هو خطاب ديني يوصل للسلطة وخلاص سلمه خطاب ديني خطاب السياسي مسائل لها لكن كلنا عايشين في فضاء الحداثة شئنا ما بين فضاء العلمانية أو المجتمعات العلمانية هنا عتلة في هذا من عتلات هذا العالم الذي أصبح مقادا بطريقة علمانية وملح الحادية بالتعبير الديني لكن هذه ليست الحادية هي شيء مختلف تماما خارج هذا الفضاء القروسط هي شيء إلى علاقة بالحداث أنه هذا قطيعة معرفية وهذه الدين والحاد والدين هذا عالم والعالم الجديد هو عالم حداثة وعالم انتهى إلى المنطق العلماني أو الفضاء أو العصر العلماني فالحديث بالتالي عن الحاد والدين هو حديث مادة تاريخية لطيفة يتحدثون عنها يعني وهدى من بين مئات المواضع والهجم هورها طبعا هذا لا ينكر لكنه ناخذ الأجزاء ونحن ندعي بأنه الموضوع الدين سيعود وما إلى ذلك هذا كلام غير صحيح بصراحة الحاد والدين هما وشهان لعملة واحدة واختب هذه الفقرة قبل فاصل أقول حين يغيب الله يغيب شيطانه وكر حين يغيب الله يغيب شيطانه وأتمنى أن يدرك للأصدقاء ماذا أقصد في هذا والآن ماذا يفعل الملحدون وماذا يقدمون لنا من خطاب أبدأ بالقول بأن الإسلام نفسه في فترة ظهوره كما أشرت أنه دين يؤمن به الملحدون يعني عندما ظهر الإسلام كان يعتبرون أن هذا دين هو دين خاص بالملحدين هذا في نظر الأديان الأخرى في زمن الدين المسيحي أيضا كان يراه الوثنيون أو مسيحيون يسمون الآخرين وثنيين أنه لا يعبدون المسيح وأيضا اليهود كانوا يسمون الآخرين من الوثنيين هؤلاء كانوا يتهمون المسيحيين الوثنيين يتهمون المسيحيين بأنهم ملحدون والإلحاة يكلم على علاقة بالانحراف عن الطريق القويم هي هذه القصة بأكمله فهو دائما الإنسان القديم يشعر بأن هناك طريق صحيح هو يعني هي فكرة الثابت اللي يتحدث عنه دائما إنه إنسان دائما يشعر هناك شيء صحيح هناك شيء يجب كل ما علي أن يبحث عنه وهذا الإيمان ضروري داخل الإنسان لأنه يحفزه على الحركة وعلى العمل وعلى البحث وعلى اكتشاف وعلى التعلم وعليك كل شيء بالحياة فتلابد أن تؤمن بوجود شيء إلى علاقة بالصحيح فدائما تجد أنه دائما يقول لك هذا يعني أنا أتحرك غلط فأريد فقط شخص يجي علمني على الصراط القويم فهو القديم أيضا طبعا وهي فكرة مثالية متافيزيقية لا وجود لشيء اسم صراط وقويم وصحيح وحتى إذا جانا الهندسة الإقليدية هي نفس تطلع الغلط يعني حتى إذا جانا عن الرياضيات وعلى الهندسة لا يوجد شيء اسم خط مستقيم فالخط المستقيم موجود فقط في هذا تخرج إلى الفضاء الخارجي يصبح الخط المستقيم مائل لا يوجد خط مستقيم فبالتالي أنت تريد أن تفحد عن الصراط القويم لكن إنسان يحتاج هذا الشيء لأنه لازم يسوي عملية تقريب للمفاهيم والأفكار والخيارات لابد أن يختار أن يحدد طريقة وهو يعرف أن هناك احتمال كبير للأخطاء لكنه يقول أنه أنا سأصل إلى الحل الصحيح وبالنتيجة لن يصل إلى الحل الصحيح النهاية لكن السعي لهذا الشيء هو المطلوب دائما وإلا الإنسان لا يعني لا يفشل في الاستمرار في الحياة من هنا كل ما في الأمر أن علينا لا تعصب لفكرة الطريق الصحية والإيمان القويم أنه نفهم بالدراما البشرية هذه ونتفهم ونتفهم الآخرين وليس مثل سيد عدنان إبراهيم اللي هو لا أنكر نيتا الحسنة وصدقه ومحاولته يعني إيجاد حلول للأزمات التي نحن فيها لكن هو ما زال عايش في هذا الإطار الذي الإطار القر وسطي الذي يفصل العالم إلى جهتين الإيمان والإلحاد وهم كلاهما لم يعود معاملان مؤثران في حياة البشر حاليا شئنا ما بين يعني ربما أنت ما أجبك هذا كلام لكن هي ليست مسألة رغبات مسألة واقع وحقيقة نعيشها جميعا شئنا ما بين من هنا نجد أن الإلحاد لا يظهر إلا مع الدين وأيضا نجد أن كل من يحدثنا عن الإلحاد باعتبار منافس للدين هذا هو واحدة من الدين إما واهم أو دجال أو مهتال يعني مثلا أنا أشوف بعض مثل شخص التونسي على كويتي العامري يكتب أنا نذرت نفسي للصراع ضد الإلحاد والتصدي له هذا يعني فهم قاصر ومحدود جدا للأمور أنت عليك أن تنظر العالم بطريقة مختلفة أنت ما زلت تنظر العالم بطريقة القرون الوسطى هذا لا يفعل هذا الأمر إلا إنسان يعني مقيم أو صادر عن فقر إنساني ومعرفي حاد هذا إنسان يتحدث بهذه الطريقة إنسان لا يدرك أي شي حتى أن بعض الأحيان عندما يتهمون يقول أنت ملحد هذا أنا أقول مسكين هذا لا يفهم يعني هذا صورة العالم في ذهن هي محدودة هكذا إما إلحاد أو إيمان ما يقرب شي آخر يعني صورة مبسطة جدا يتنم عقلية البدائية التي يفكر فيها شخص من هذا النوع يعني مع احترام للجميع لكن هو أيضا معذور لأنه هذا الوسط الذي عايش به يعني شو يسوي منيني شون يفكر بطريقة آرها أنا محظوظ ربما أعتبر نفسي أنه ما أشت بهذا الوسط يعني أشت صحية بالوسط لكن أشت بشكل منفصل لم أتصل بالعالم الديني الذي فرض على الجميع الآخرين إنما أنا أشت بطريقة شوية مختلفة بحيث أنظر العالم هذا شو في هذا العالم ليش هذا مؤمن وليش هذا أحاول أفهم الموضوع فكان عندي دائما تساؤل أن أفهم ما يجري وليس أن أكون جزء من عنده فدائما أنا شخص ثاني على هامش الحياة والأحداث والأفكار فدائما أحاول أن أفهم لا أكثر ولا أقل لا أريد أن أكون مؤمنا ولا أكون مبشرا ولا أريد أن أكون ملحدا فهذا حتى الذي يتحدث عني أو يريد أن يفهم ما أقول أو يستوعب أو يصل إلى توضيح للجميع عليه أن يضع هذا الوصف لنفسي بالأتبار ربما لا أدعي بأنني وصفت نفسي بطريقة صحيحة لأنني الآن أنا أتحدث أنه لا يوجد شيء صحيح فبالتالي ممكن الجو واحد يقول لا أنت قصدك كذا وقدك أشياء ممكن لكن أنا هذا الذي أراه الآن وليس ربما شيء آخر لاحقا هناك أيضا ما هو مهم هو أن أن نحتاج على السجن أو أن الملحد أو خنفتر الملحد أو أي شخص يحتاج على السجن الذي هو فيه السجن المعرفي أو السجن الجماعي أو الاجتماعي الذي ولد فيه هذا لا يعني هذا لا يعني أن أن تحول العالم الذي تنتقل إلى حالة نافية لهذا السجن أو تحول العالم الذي أنت خرجت إليه من هذا السجن إلى سجن مضاد تعلن من خلال استنكارك على السجن الذي كنت فيه لا بد أن نفهم بأن الحياة أوسع بكثير من حياة أو تجربة السجن المحدودة والدليل أن الحياة تتبقى موجودة سواء كنت داخل السجن أو خارج السجن يقولون دائما أن الإنسان هو يبقى حيا ما دمت حيا أنت الحياة موجودة في كل مكان سواء كان السجن أو هو العالم بيأكمل أبار عن السجن هذا شيء الحقيقة يعني أن الكرة الأرضية الكون بيأكمله نحن نولد داخل السجن كبير لكن في كل أحوالنا نحن نحيا سواء داخل سجن حقيقي أو سجن ذهني أو سجن ديني أو سجن شرعي أي شيء كان أو سجن طبيعي الذي ولدنا فيه سجناء الطبيعية لا نستطيع أن نتخلى عن الطبيع ولا موتنا لا نستطيع من أين نحصل على الهواء مثلا أو الطعام ونحن سجناء الطبيعية وليس سجناء الأديان بالحقيقة هناك سجن أكبر من سجن الدين الذي نولد فيها والجماعة التي نولد فيها على كل حال الحياة موجودة أكبر من أي سجن سواء سجن صغير أو سجن دهني وعلى الممكن وين تصير المشكلة أنه البعض يقول أنها هذه ليست حياة هيها كلام التعبير الأدبي لكن هي الحياة تبقى حياة سواء كانت سيئة أو غير سيئة هي حياة تبقى حياة أنت تحتاج على الدين الحياة التي أشتها تاخل الجماعة الدينية الذي يسميها الجماعة التي هي الدين الذي كنت فيه والتقاليد والعادات التي نشأت عليها والتي نسميها دين وتحتاج عليه لكنك عندما تحتاج عليها أليك أن تخرج أن تتحرر من هذا الشيء أن تتحرر من الشيء لا يعني أنه أنت خرجت عليه يعني مو معنى أن تخرج عليه وأن تعاديه وأن تحاربه لا عليك أن تخرج منه كليا أن لا يصبح لديك شيء من هذا القبير أنا بالنسبة إليه أنا موضوع الدين مثلا قد يقول أنه أنت خرج ساعة من هذا الدين وتريد أن تحاربه وتعاديه أنا أقول لا أنا لم أكن متدينا في يوم الأيام أصلا حتى أحاربه أنا بالنسبة لي أشوف هذا العالم وحاول هذا الموضوع اقتصاصي وربما اليوم أتحدث عن الدين بشكل ودائما عن أمدح الدين لا أدمه لأنه هو مسألة لا بد أن تكون موجودة لا أن الدين الإسلامي أو شيء وأن الدين بالتعريف اللي أضعه أنا فأنا أتحدث عن الدراما البشرية يعتبر الدين هو التسمية العامة يعني المطاطة التي تعبر عن الجماعة البشرية نسميها الدين الجماعة البشرية اللي في أستراليا أو في غابات أفريقيا أو في غابات الأمازون هما نفسهم الجماعة البشرية لصدر الإسلام أو أيام البئثة أو في أيام الدولة العباسية أو أيامنا هذه أو حتى الدول الغربية الآن الدول الغربية الحديثة جدا هي أيضا تنطوي على دين تسمى دولة الدولة الحديثة هي أبارة عن دين حديثة أنه أيضا تقوم على مبادئ يعني مقدسة الوطن الدستور القانون هي أيضا مبادئ مقدسة لا بد أن تؤسس على شيء له شيء افتراضي لا وجود له في الواقع يعني الإله هو نفس الفكرة الإله ما هو لا وجود له بالتالي الدولة أيضا تؤسس على فكرة دستور والشريع والشرع والقانون والحدود والسيادة هاي كلها أبارات والعلم أشياء كثيرة جدا هي كلها مفردات مقدسة لكنها مقدسة بمعنى الحديث يعني لكن هي لا وجود منطقي لها الخلاصة اللي يديه وصلها الفكرة أنه الخروج التحرر من الشيء لا يعني الخروج عليه ومعاداته ومحاربته يعني فقط أن تخرج عليه كله يعني أي أن لا تكون ملحدا عندما تخرج من الدين عليك أن لا تكون ملحدا هاي مبدأ أساسي عندما تكون ملحدا أنت صنعته دينا جديدا أي أنك لم تخرج كليا من الطار الذي وفي الوقت النفس أنت تنفع يعني أنت أنت مجرد يعني تنويع جديد على الدين الذي خرجت عليه فأنت بالنهاية الخروج على الدين أنت يصف في صالح الدين يعني يعتبرك شاهدا على أنه أو دليلا على صحة ما هو فيه فبذلك عندما يتحدث السيد عدنان لأنه العالم مغلق من نسبة له أما ملحد أو مؤمن وبسيط يعني فكرة بسيطة جدا فكرة إنسان بداية ما أقصد السيد عدنان ما أحترامه أقصد كل إنسان يؤمن هو فكرة بسيطة ومن حق إنسان أن يبحث عن أفكار بسيطة لا لا ضيرة في هذا لكن علي أن يعرف أنه هناك خيارات أكثر تأقيدا وأن الحياة أكثر تأقيدا من هذا التبسيط الشديد وأن نحن تقدمنا لأننا بدأنا نعرف أن المسألة ليست خير شير وحق وباطل وحلال وحرام وهذا الصح وذلك خطأ المسألة أقد بكثير من هذا التبسيط الشديد والذي الذي جعلناه معيارا نقيس فيه كل شيء ويعني نفرض شروط هذا المأيار البسيط على الحياة ونقزم الحياة بالنتيجة ونجعلها مجرد سجن سجن الدين أو سجن الكافر أو سجن الملحد سجن هذا التفكير البسيط يجب أن نتوقف عنه وإن لم نتوقف عنه سنبقى متخلفين وفي يعني في آخر القافلة الأمم والشعوب وبالنتيجة بعد ذلك الشعوب ستتقدم ويتركون خلفنا خلفهم أو لا هو نبقى في مكان نبقى القدرة على أن نتقدم بخطوة واحدة الآن ما الذي حتى نحدد أكثر ما الذي يحتاج عليه الملحد تحديدا الملحد يحتاج على الله القديم بالنتيجة هو يريد إلها جديدا وهذا الإله هو لا يستطيع أن بالطريقة هذه عندما يحارب الدين السابق عليه ويحتاج عليه هو بالطريقة هذه يعني لا يبحث عن الله جديد يريد يسوي تنويع عن الله القديم بطريقة وبيخل عندما نتأمن شوية أبعد بهذا الموضوع ليش لأنه لا يستطيع أن يتخلص من الماضي يعني نحن جميعا لا أنا ولا أي واحد لا يستطيع أن يتخلص من الماضي وتراث الماضي لأن الماضي موجود حاضر معاك مهما حاولت ويبقى وياك وبساطة حتى مثل بالمثال شوية أقرب مثال بايولوجي أو أسري أنه لا أحد يستطيع قتل أبيه حتى لو فعلا أحدث هذا الأمر فهذا لا يبقى الأب هو الأب هو الذي يعني أنت هو الذي يقام أودك هو الذي رزقك أو الذي خلقك بمعنى المعاني لهذا السبب يشوفون معنى الأب قريب لا معنى الإله الأب القاسي الرحيم العطوف وهي قيم يعني المتداخلة المتعارضة هي موجودة مع الأب بالتالي علينا أمر آخر علينا أن نعرف أن هناك فرق بين الإيمان والدين يعني نحن نخلط بين الاثنين بشكل جزافي وغريب وعجيب أنا أستغربه أدي حلقة خاصة عن الإيمان ساعة وربع أتمنى تشوفوها شوية تزيير بهالصوت ليس كويس بس أعتبرها من حلقات الأساسية اللي قدمتها في القناة وصار عليها مشاهدات قليلة لأن كانت تزيير سيئة وشوية طويلة وهي مادة أيضا ثقيلة الدم بصراحة يعني لأن عانيت تسابيع أكسب بها على كل حال الدين يستبد بالإيمان لماذا؟ لأنه يطلب الطاعة يطلب الإنصياع يعني والدين بالتالي هو العلاقة بالدولة لأنه يريد ناس تبطيع هذا ما عندي إتراض عنه هذا لا أبأس فيه لكن الإيمان هو الذي يجب أن يتم المحافظة عليه ويجب فصل عن الدين يجب جعل الإيمان مسألة الهقيمتها والاحترامها لماذا؟ لأن الإيمان لا يخلق المشاكل وهو مهما تم تجيير لصالح الدين كما وضحت في تلك الحلقة ورح أترك رابطه هنا فوق يمين أو يسار هذا الإيمان هو حق طبيعي فما أننا حق نتدخل وإذا تدخلنا فيه فلغاية ليست نظيفة وليست نزية لغاية استبدادية استعبادية قمعية في القرون الوسطى الفقه يعني دائما كان يخلق قانون وهذا قانون يحاول يفرض على الجميع ويعتبره هذا قانون مقدس وإلهي وهذا الأمر ما زلنا نعاني فيه الأوروبيين كانوا يعانون من هذا المسألة وهم تخلصوا منها بسبب يعني اكتشافهم المكتشفات الجغرافية واطلاهم على تجارب الشعوب الأخرى الغريبة العجيبة التي لا أحد كان يتصور وجودهم أو وجود المعتقدات التي يعتقدونها في امريكيتين وفي قارات استرالية للشعوب البداية ومجاهل أفريقيا فهذا صارت حركة وبدت الأوروبيين اكتشفوا العالم ووجثوا أنه الدين عامل معوق لهم وتخلصوا منه ومن شروره وأنا يعني هذه الكلمة لأن الدين مثل أي شيء آخر له شره وله خيره لا بد أن نعترف بهذه المسألة وشره الأصيل وليس شره العرضي لا هو في جوهر هناك شر داخل الدين وإلا لو لم يكن لك شر عظيم داخل الدين لما استطاع البقاء والاستمرار وبالأكس الهجائل المؤمنين يفتخرون بشر الدين وقوته وصلابته وصلابة المؤمنين به الخلاصة الإلحاد يجب أن يعرف أو الملحد أو المؤمن يجب أن يعرف كلاهما أن الأمر خرج عن دائرة هذه الدائرة الضيقة التي يفكرون بها فيها عليهم أن يعرفوا أن يسمحوا مع أنفسهم ليس للآخرين لأن الآخرين سيأخذون حقهم لأن العالم هو يعني لهم وليس للمؤمنين المؤمن والملحد عليهم أن يعرف وأنهم لم يعودوا يعيشون في عالم العصور الوسطى خرج الأمر من هذا العالم وعليهم أن يعرفوا بأن الأمر يتعلق بالعلم يتعلق بالحداثة يتعلق بأديان جديدة أديان تسمح بوجود التنوع بالأكس أن الأديان الجديدة هي التي تخترق قوانينها وكل إنسان يخترق قوانينها الخاصة لكن ضمن القوانين العامة التي هي أيضا بدورها قابلة للتغيير ولم يعد أي باختصار أشهد المقدس لم يعد قضية أساسية الملحدون والمؤمنين ما زالوا يظنون بأن المقدس ما زال موجودا وكل ما في الأمر أنني أما نقف مع المقدس أو أقف ضده كلاهما ليس على حق لأن كلمة حق أصلا هي بحداتها كلمة وهمية اللي علينا أن ندير أمورنا نتواضع ونعرف بأن الخيارات متعددة أمام كل إنسان من عندنا كل ما في الأمر نتقبل وجودنا ضمن جماعة بشرية نسميها دولة دين سيادة قومية يعني بس ناخذها بطريقة أبسط وأسهم ما كنا نأخذها سابقا وتتقبل فيها المختلفين ولا نفترض بوجود كما يفترض سيد عدنان إبراهيم وذلك الأخ المتخصص فيه معادات الملحدين هذا الشخص بدلاً من ينشغل بمشاكل الناس وهمومهم ومظالمهم مظالمهم هو فقط قضية الوحيدة أي ناصر يقول أنا متخصص في الدفاع ضد الملحدين على كل حال هذا الأمر يجب أن نفهم بأنه العالم أصبح أكثر اتساعاً من أفقنا الضيق مع السلامة ولا لقاء قريب آسف علي طالة جداً اشتركوا في القناة